بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتداء لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد ألا وهو درس تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته ولكن قبل أن نبدأ في هذا الدرس دعونا نستذكر أهم العناصر التي مرت معنا في الدرس الماضي وسبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات على كل مسلم ومسلمة أيضا ذكرنا في هذا الدرس أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس والوالدين والناس أجمعين أيضا أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بهديه كان معه يوم القيامة والآن انتقل إخواني وأخواتي إلى درسنا اليوم والذي سيتحدث بإذن الله تعالى عن تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته الآن دعونا نستمع إلى المعلم ماذا يقول يقول المعلم كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يصدقون ما يذكره من أخبار الآن سنذكر بعض المواقف من الصحابة رضي الله عنهم والتي تدل على أنهم صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهذا إن دل على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الصادق في أقواله وفي أفعاله وهو الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه الآن نذكر موقف من تلك المواقف ومن أعظم هذه المواقف موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما كذبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج فقال أبو بكر رضي الله عنه صدق فسمي بالصديق وهذه القصة حينما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء في القصة المشهورة فحينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الليلة أخبر قريشا بما حصل فلم يصدقوه كيف لك أنك في ليلة واحدة تذهب من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء فكانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فلقي كفار قريش أبا بكر الصديق فقالوا لأبي بكر الصديق أسمعت ما يقول صاحبك؟ قال ماذا يقول؟ قالوا أنه يقول أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في ليلة واحدة فقال رضي الله عنه إن كان قد قال ذلك فقد صدق فسمي رضي الله عنه بالصديق صدق النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا شك أنه من كمال وأعظم الإيمان ولذلك أبو بكر الصديق كان أفضل الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به ومن ذلك موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في فراشه ليلة الهجرة ويرد الأمانات إلى أهلها ففعل فهذا أيضا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستمعون لكلام رسول الله وكانوا يفعلون ما يأمر به ويتركون ما ينهى عنه ففي قصة الهجرة المعروفة حينما أرادت قريش أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر فأمر علي أن يبيت في مكانه فلم يتردد علي رضي الله عنه في أن يفعل ذلك مع أنه ربما يقتل في تلك الليلة ومع ذلك رضي الله عنه استمع إلى قول النبي واتمر بقول النبي عليه الصلاة والسلام وبات في فراشه ورد الأمانات التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابها هذا أيضا موقف من المواقف العظيمة التي تدل على تصديقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته الآن نأتي إخواني وأخواتي إلى أن المحبة تستلزم التصديق المحبة تستلزم التصديق والتصديق يستلزم الطاعة والطاعة تستلزم المحبة والمحبة تستلزم التصديق إذن هذه الثلاث كلها دائرة في بحر واحد فلا تكفي المحبة بل يأتي مع المحبة التصديق ويأتي مع التصديق الطاعة ويأتي مع الطاعة المحبة وهكذا والصحابة رضي الله عنهم جمعوا هذه الثلاث فكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يصدقونه في كل ما يقول وكانوا يطيعونه صلوات ربي وسلامه عليه نأتي الآن إخواني وأخواتي إلى هذه الفقرة ونقول يجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأخبار فكل خبر أو حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عنه فيجب علينا أن نصدقه وأن نؤمن به لأن هذا من الدين ومن كمال الدين أيضا يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به فيما أمر به من العبادة فيما أمر به من الطاعة فيما أمر به من الواجبات من المعاملات فيجب أن نأتمر بأمره أيضا يجب اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهانا عن السيئات وعن الخطايا وعن الذنوب وعن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فيجب علينا أن نمتثل لأمره عليه الصلاة والسلام وأن نجتنب ما نهى عنه أيضا يجب أن نعبد الله بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول من عند الله وهو المبلغ لما أمر الله سبحانه وتعالى به وأيضا فيما نهى عنه الله سبحانه وتعالى وهذه كلها من كمال الإيمان ولا يكمل إيمان المرء إلا بهذه الأمور ننتقل الآن إلى هذا النشاط ونتشارك سويا في حله نربط كل عبارة من العمود ألف بما يناسبها في العمود ب يجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم فيما ذكره من الأخبار يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم فيما أمر به يجب اجتناب أحسنتم ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأخيرا يجب أن نعبد الله بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل الآن إلى التقويم ونتشارك سويا في حله في هذا السؤال نختار الإجابة الصحيحة ونضع خطا تحتها ألف تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأخبار مستحب أو واجب أحسنتم واجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أحسنتم أيضا واجب اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم أيضا واجب إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله نلتقيكم في دروس قادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته